السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل الوطن العربي والناس الصهرانين معنا عندي مناظرة تانية هتعجبكم اولا بعد ما عملنا المناظرة الاولية بتاع الصبح ما بين كابتن جلال وكابتن امبابي او كابتن امبابي وكابتن جلال عشان بس الانحيازات الناس ما اتضيعش عندنا مناظرة تانية الناس كلها عملت باكتل رسالة صبح عايزين شخصين دول بالزات عايزين شخصين دول بالزات فهيبقى معايا دلوقتي اتنين للمناظرة اللي هتبقى مفرتكة الدنيا اعتقد لقطاع كبير من الناس وما بيحبهم جدا طبعا الاتنين اخوات اللي اتنين بيحبوا بعض الاتنين اصدقاء هنعم بس جوال مشاكسة ما بينهم اهم حاجة عشان امتاع الجمهور احنا بنعمل لايفات دي عشان امتاع الجمهور ليس اكسر يعني ما بناخدش منها اي حاجة ما بنوقعش الناس في بعض ما بنعملش الافلام الهندي اللي الناس ممكن تتخيلها احنا ماشيين على دول ضغري كده فابعتوا لي انتو الاتنين ريكوست عشان نفتح انا مش عايز اقول مين غير لما يشوفوكوا على الشاشة انتو الاتنين ابعتوا ريكوستات هم موجودين دلوقتي طبعا على لايف معايا ونبتين نسألهم الاسئلة اللي تخلي الجمهور عمتا يبقى مستمتع هو فيه يا عم هاني انت اه اه ام اعملش لايف غير امتحنتك انا اسف والله سامحني بالله عليك سامحني بالله انا ما عرفش ان فيه امتحنتك دلوقتي والله ما عليش اخوك بقى عجزوا الكلام ده فما بقاش عارف حاجة عن الدراسة سامحني بالله عليك يلا هادي اول ريكوست اتبعد الريكوست التاني اتفد الناس مستنياهم مفارج الصدر يا مساهل الحال والموضوع يمشي لطيف عشان اللي ادينا اصلا هادي اول مش اكسس طلع معانا البطل احمد شكري عامل يا كابتن هاني الحمد لله تمام اخوص حيطك ايه اخوص تمام مية 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 انت بتعمل كارديو اه انا بالعب كارديو بقى اه انت يعني انت مستحلف له يعني ولا ايه ايه؟ انت مستحلف له جايت احط عليه فعلا؟ انا مستحلف لكل اللي هدطه على المسرح ده حد ذاته شيء جميل اللي انت بتعمل كارديو في الوقت ده استنى انا ابعدت الريكوست بس هو ما ما عمالش هكسره مش عارف مية تفتكر ايه لي؟ تقريبا اه خلينا بس نشوف الناس هتخش اول ما نشوف التاني هيعرفوا المناظرة هتبعاملة ازاي؟ طب عايزين انت ورحات الناس بسرعة كده قبل ما يطلع معانا ايه؟ الا 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 انت جاتي عبدالجليل بس نحتاج تعمل اه هتعمل بسرعة لانستجرام عندك عبدالجليل عشان بيقول لي انا بل تو تجوين عشان دخلك معايا لازم تعمل اه 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 افجريت لانستجرام عادي شكري يكلمني يكلمني سريعا كده عن بطولة مستر اوليمبيا اللي وجهي مزنة في فمس يعني ايه؟ بطولة مستر اوليمبيا في فمس والله اه بالنسبة للعيبة ولا بالنسبة للحدث دات نفسه؟ الحدث؟ الحدث متكلم عن نفسه والله يا كابتن هاني يعني مش اكيد رأينا فيه مش اه مش هيضيف له اهمية يعني او حجمه كفاية كمية الهجوم اللي حصل علينا من الاتحاد ومن غيره ده دليل كبير يعني عن اهمية الحدث وعن مدى حجمه يعني احنا بتكلم دلوقتي عن ان انت هتلعب بطولة اول بطولة محترفين في مصر بالزبط وعلى عارض مصر كان حلمنا زمان زمان ما كنت كاتف في البوست بتاعك كده ان احنا بس نشوف لعيبة هناك في لاس فيجس نشوف لاعب مصري هناك لا ده بقى يعني اكتر من لاعب هناك وشركة مصرية سبونسر لمصر اولمبيا رأس فيجس ومش بس كده كمان بقت اولمبيا على اراضي مصرية جاء لك الوعي الوقت عمال يلعب بكارت يوليل دهار بسبب يليل شابنو يتجاو هنتفق هنتفق على حاجة عشان نعرف نعمل الموضوع ده صح وما يبقاش ده متقيل على الناس اي حد فينا هيبتدي يتكلم الطرف الاخرى هتسكت لغاية لما يخلص وبعد كين نعلم هكاين مت فين؟ تفاعل عبد الجليل سؤال الاولاني سريعا زي ما سألته لشكري عشان مش عايز يبقى فيه يعني كفة طبعا عن التانية السلام بسرعة كده اولمبيا مصر وزاي هلمك شايفه بيتحقق ان يبقى فيه بطولة محترفين جوا مصر اولا الاستجي بتاع اولمبيا مصر يعني بدأنا بقى بدأنا بقى بدأنا النت التعبان دامن القطبة التليفون يعني مش قادر حتى التليفون مش موافق انه كلا انا بيقى في اللايف عندك الدنيا وقف انت عندك عبد الجليل طب استانية واحد انا اخرج بره احسي اخرج بره احسي اضحب مياه معاها كابتن هاني اللايف ده بالزات اللايف ده بالزات انا مش شايل همه او مش كايف منه خالص بسبب ان انتو اللي بتل اخوات وصحاب قوي فانا مش شايل همه خالص يعني اه بش معك طيب قولي سريعا عن اولمبيا مصر انت شايفها ازاي واني بقى فيه بطولة محترفين جوه مصر بعد طبعا صفرك لامريكا والعبت مسلا بتعديش اليون وطولة ضرب امريكا السفرية اللي فايه بالنسبة لك ان انت شايف الحدث ده جوه مصر عامل ازاي انا شايف يعني حاجات كتير وكل ما هيتكلم نصوتي لا احنا كده تعمل شكري والله تعمل ها حا لا اله لله اللا dingen ولا arguments شكله لسه محملش انا مش عارب انا مش عارب لو مش كامل انا اولا ما بسأل السؤال بيقوم قطع اللي انت عنده سانية انت قلتلي التحديث بتاع الانستجرام انا بلما تحدث وهو قفل واحد. اه اوكي اوكي تمام تمام. رد بقى السؤال انا سألتك رد على السؤال. اه بص انا سافرت كتير وروحت الطلاب كتير. اه الفكرة لمصر اسلام عامل حاجات عمرها اصلا عمر مبطولة في العالم عملية حتى مصر اولمبيا المحترفين مش عاملة كده للعيبة. تمام? اه من ناحية الانستج فخم جدا يعني فخم جدا جدا. اه من ناحية الناس اللي هي اللعيبة المحترفين. اه في حاجات كده في مصر اسلام عاملة ليهم مش تقه لو يعني تعمل كده عشان يعني يستعملون احنا السؤال. كل ده بليش بحاجات كدرة. تمام? انا يعني نفسك بحاجات اكتر من السؤال. السؤال السؤال الاول. انتم الاثنين هتلعبوا الاول مرة قدام جمهور مصري وانتم محترفين? السؤال السؤال بتوجيه لك انت الشكري الاول. ايه ايه اهمية الحدث ان هو بيتلعب قدام جمهور مصري وانتم محترف. ايه اهميته بالنسبة لك? يعني بالنسبة لي انا كان اه اهم حاجة ان انا هبقى واقف في وسط الناس اللي بحبها. يعني اهلنا هيبقوا موجودين. ده بيتهيالي ده هيبقى اكبر داعم او حافز لنا في المقش ده. اه اكثرية الناس اللي واقفة جنبنا هيبقى لعبة مصرية. مش هنعطل على حاجة زي برا. مش هنيها مش هنتقدر مش هنخرج نلف وندور. لا كل حاجة احنا حافظين البلد اللي احنا فيها فمشها. هتبقى حوالينا صحابنا قدامنا اهلينا. الناس المنظمين آآ التين بتاعنا. فمش هيبقى في ايه ترسة ومش هيبقى في ايه قلق صالح يعني بالعكس. هيبقى ده حافز لنا اكبر ان الواحد يقف بكل صفق كده وي ويكسب. وليكسب. ومش هيحصل معاك اللي حصل معاك في المطار انت ومحمد كمال من غير اكل والاكل ماز وخايفي التاكل والاكل يطلع فيه سرصير ولا ضبادع ولا حاجة. عشان. هنا انا حضرنا عشان بك السيج. هجيله. بس يصبر بس. انا ما سمعتش انت قلت يعمل كيف. بولك هيجيله الاسترس ده هيجيله في باكستيج. اه اوكي. طيب. السؤال السؤال العبدالجليل. ايه اهمية الحدث بالنسبالك وجمهورك المصري بيتفرج عليك? انت لعبت بمطشات كتيرة في مصري عبدالجليل واتحسين بطرم ده. بس المرات دي بقى مطش محترفين. احساسك ايه? لا برضو المطوشة اللي فاتت حاجة في مصر. انا شركت ببلنس واحمد علي وطلعت في مصر وكسبتها. بس ما كانش لها جمهور وقتها لحد الوقت. يعني اللي باتي لها جمهور تاني. وبقى لها الحمد لله اسم يعني هو مبايز. اه ده انا نفط يعني يعني عايز اتفاجئ اليوم ده في الجمهور اللي عايز اشوفت الجمهور للناس التانية. تمام? فانا يعني اكتر حاول مفرحاني يا اصلا. اللي انا اصلا اول مرة اكتر بقوله يبقى لها جمهور. اه في امريكا كنت بحضة مش عارفني مسلا انا جار واحدة والدين بس اللي هو كده اه الاقي ناس تانية جانب البطولة كلها بتقوم عليهم واحد بيشجعها اصلا. ده طب اللاعب يعني بجيله ساعدة على المصر. غير المجد طبعا. دي ساعدة الوحدة يعني. اللي الناس بتحبك. ده حلو جدا. اه التعليق بس سريع كده بالنسبة للناس اللي عملك اسأل مطش بتاع عبدالجليل واحمد شكري او جلال و و و و و كابتن امبابي او المحترفين عن مثلا هيبقى يوم واحد وثلاثين اللي هو هيبقى اخر اخر يوم اللي هو هيبقى يوم واحد وثلاثين ده هيبقى موافق يوم الحد. شكري. سؤال ديك يا شكري سريعا. اتلمني عن مدربك. كيمو. ابويا وابويا ومدربه. والله يعني لو في حد اه اقدر اشكره يعني ما اقدرش يعني ما فيش حد ياخد حقه زي كيمو يعني. كيمو واقف معنا مش بس ان هو مدربي وخد الجدول دوت وشوفت كمان عشر ايام لا خبير. لو احتاجه في اي حاجة في اي زنة في اي في اي موقف ما بكلمه على طول يعني. ده مش جديد على كيمو فالس يعني اللي انت بتقوله ده مش جديد على كيمو. بس انا عايز اعرف تجهيزك تجهيزك مع كيمو المطش ده هل فارق عنه المطشات اللي فاتت ولا هو هو نفس التجهيز. اكيد اكيد كيمو كيمو ده في نفسه بيتطور من كل تجهيزة التجهيزة. يعني مفيش تجهيزة لحد النهاردة اللي عبتها مع كيمو ماشى بنفس المنوال بتاعها يعني كل مرة. لأ كل مرة بمفيه تريكتات اجدد. فيه خطط احسن. فيه فيه علم اكتر في الموضوع. انت فهي مصدي? يعني فيه تطور. وانا عن نفسي انا بشايف نفسي انا بتطور من كل تجهيزة التجهيزة. انا بتطور وبوصل اللي انا عايزه فانا متاح. بعيدا عن الراحة النفسية بقى اصلا لبيني وبين كيمو. عشان كده يعني الناس كتير او بتقعد تقول لي يعني مش ناوي تغير المدرب بتاعك. اه مش ناوي تخرج لمدربين برا. والله انا لما بكارل نفسي باي لعب برا. هشوف تطور ان انا بعمله فعادة شهور معينة. واللعب ده بيتطور في قد ايه فعادة شهور معينة? لا انا محاق نتاج احسن. مقارة بسني ومقارة بتحليلي. برضو بعد بعد كل كورس او بعد كل تجهيزة. يعني انا مش جاي على صفحتي او ان انا بموت نفسي. لا. بخلص الكورس وبخلص تجهيز بداعي بحلل كل حاجة تمام. اه نتاج كويسة. الوقت قصير. اظن انا مش متحقر من كده يعني. وكمان كيمو فهم خامة جسمي. فلو في اف جريد او في تغيير لكوتش. فهيبقى ده بأمري من كيمو يعني. يعني الموضوع بالنسبة لها دوة تمام. تمام. سؤال عبدالجليل كلمني عن مدربك وايه الخطط اللي معمولة لولمبيا مصر? آآ يوسف عمري طبعا. ويوسف انا مش اول تجهيزة معاه برضو عارفني كويس وعارفني. ويوسف اعتبر اللي هو صاحبي واخوي يعني قبل ان يكون مدرب لاي. مع اني في مدربين في مصر كتير بس انا يوسف يعني قريب لايك يا صاحب واي. وآآ تمام في في مواكف كان واقف معايا فيها يعني اعرب موقف آآ موقف طبعا والدتي توفت من تقريبا تلاتة اسابيع عشرين يوم. واسلام كامل برضو يعني في ناس كده وفي الجنبي صراحة يعني انا قد اصلا مش هشارك يعني انا قد ازبور انا قد تقريبا. انا انا كلمتك على طول عشان انا كنت عارف انت هتعمل جميل. انا كلمتك على طول وانتلك. لا ده من عكس ما اقولك على حاجة. انا من كتر اللي انا مكلتش هو يوسف فتح لأكل. طلب لي تلاتة بورجر وطلب لي حاجات كتير. من كتر اللي انا مكلتش. انا جسمي اول ما بكلش باختفي. انا خامل جسمي جدا. في يوسف اول اصلا مش هشاركني في نفس اليوم وتاني يوم اه اه قالت فتحت قال لي لازم لازم تاكن. كنت ايكل وزن عامل. يعني. يعني في نفس عاضية في نجاح ديه فدول طبعا ويوسف عمر حد يعني اخوي قبل ايه حاجة يعني. اوه كده كده حافظ. انا انا مسلمه. كده كده تعمل كل حاجة. حسس بفرق في التجهيزة دي عن تجهيزة مسلا سفرياتك لامريكا? اه اه. اه طبعا. والفرق اقولك على حاجة. الفكرة اقولك على حاجة. الفكرة برضو في اللاعب نفسه. تمام? يعني الفكرة اللاعب نفسه لازم يطور من التمرين ولازم يطور من يومه ولازم يسمع كلام مدربه بالحرف. لو لو اللاعب مسلا ما طورش يعني مش بيتمرن كويس مسلا او ما بينامشي كويس. مهما كان الاكل مهما كان كل حاجة وتمشي على خطة المدرب مش هتتحسن. تمام? بس هو المدرب برضو دايما هو يوسف على فكرة شطر جدا وبيقرأ كتير وحتى التجهيزة برضو في حاجات جديدة عملناها. آآ اراية. ما ما خداش من حد كوي بس يعني عشان. عايز اسألك عايز اسألك على حاجة آآ انت تجربتك مع يوسف عمر ساعة لما سفرت امريكا وحصل دروب انت قلت لي نزلت تقريبا حوالي تلاتة كيلو عضلات او حاجة زي كده. اه اه. الدروب ده كان ازاي? يعني ايه الموقف اللي تخسر تخليك تفسر الوزن? وفي نفس الوقت المرة دي انت جوء بلدك بقى مش مساكر ولا ايه ايه. ان شاء الله. انا تأخرت انا تأخرت في القامة اللي فاتت بسبب الظروف اللي حصلت غير اللي قبل وفاة والدي دي قبليها انت ما تعرفش جات لي آآ موضوع كرسومة المعدة دي بقى يعني دي قاتلة يعني دي خليتني قاعد في البيت خمستوشر يوم وفعلا كنت يبايل يعني جات لي كزا يظهر في كده خلال شهر واحد. بس الحمد لله عدتني يعني. آآ من نسبة للتاجيزة بتاعت امريكا انا حدتي يوم كامل رحت مدينة يعني نزلت بس ملقيتش طيران داخلي. لقيت الطيران الداخلي تاني يوم اقرب طيارة. مكان الباص برضو لقيت تاني يوم. فروحت الفندق عشان احجز قابت الليلة واحدة. لقيت الفندق عايز فيزا وانا معيش فيزا. معي كاش بس. وما لازم فيزا. طب اقولوهم كاش ما فيش كاش. عملت بيت حطة بتاعتك الباص. عدت فيها ونمت على الارض وفرش شاط وحطيت. بس طبعا الاكل خلص لان ده كنت ادخل على تالت يوم. يومين صفر? اربعة واشتين ساعة. وتالت يوم اللوه بتاع الباص. طبعا اصدر على ان انا يعني اعتقد لما الجمهور يسمع المعاناة دي اه يعرف احمد عبد الجليل او شكر بيقفوا على اه 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 مسرح المحترقين ليه? يعني لما يقول لي ان هو سافر بلد ونامي في محطة الباص على الارض. اه اعتقد ان في ناس كتيرا بكم متقبلش على نفسها حاجة زي كده. فعشان كده ده اللي بيخليكم مميزين وبيخليكم ابطال فعلا الناس بفتخر بكم. يعني انا بصراحة بفتخر بكم جيتا. ما شاء الله حلوة يعني. شكري لو سابق ما تتخنقش مع الناس اللي حوليك. تركز. بقى مش قادر. معلس. معلس معلس. اتمرن كتير يا شكري بس. اتمرن كتير. شكري. بقى اتمرن كتير. سويل. السؤال السؤال الاول يا شكري. ايه اكتر ايه اكتر ايه اكتر وضع ممكن تخاف منه في احمد عبدالجليه لما بيبقى شده على المسرح? اكتر وضع. انا اعلان منه مساعدنا حلقة كده بصراحة. مش حسن بشكل منعكش وشكل بدأني وساعد بدأني وشكل مش حلو. يا ابني لو عايز اعزمك عند حلقة وكلمك عادة. بلاشنا عادة بلاش بلاش. بالنسبة للأوضاع بتاعت الفيزيك مفيش. ولا ولا واحد. لا بس اوضاع تانية ممكن. طيب. عبدالجليل. ايه الوضع? ايه الوضع عبدالجليل اللي انت تقلق منه? هل فرونت ولا باك ولا صايلت? انهي اكتر اكتر وضع تقلق من شكري فيه. بص انا مقلاش من اي وضع عشان انا الحمد لله دلوقتي مميز في الاتنين. يعني ممكن كان الاول في البطولات اللي فاتت ضاهر شوية قليل بسبب برضو ظروف يعني في امريكا. بس دلوقتي لا انا يعني ان شاء الله انا هنزل كده كده صور قبل البطولة. مش مش هستنى بعد البطولة هنزل. الصور هنزلها دي اخر ايام فعلا. لا اه فيه شكل تاني تماما كده كده الفرونت عندي مميز جدا. جلبت فيه ناس احجام ثلاث مرات مني عادي جدا في امريكا. ومنهم ناس من مستر قولين بيجنوا في فما اشجلنيش عادي مش مشكلة بس انا اما حاجة اطلع اللي هي بامب نشافان عضلات. ما بقولش اللي انا هيكون فلاة. لا اهم حاجة اطلع كامل بامب نشافان كل حاجة تنفس. ولا اي حد. يعني انت انت متأكد انت هطلع عندك فامب وهيطلع عندك ونشافان. يعني انت اصدق ان ممكن يكون شكري يطلع فلاة. يعني كيمو هيطلع فلاة. انت هطلع فلاة يا شكري على المصد. ممكن. ليلا. واقبص يا كابتن هاني انا والله يعني اه حرفيا بجد والله انا مش هالهم اي حد هلعب معي. حتى اقسم بالله اصحابي يقول لي مثلا ايه. ادخل على صفحة التولان تقريبا داخل جاي منبرة. الصفحة النهاردة مش عارف منزلة مين اجنبي. انا مش شغل دماغي باي حد انهائي خالص ولا انا من اي حاجة ليه. لان انا الحمد لله عملت مية وعشرين في المية. مش مية في المية. يعني دعبت اكثر من المطلوب بكتير. جيت على نفسي اكثر من اللازم. فوالله ايا كان الربنا كاتبهولي انا راضي بيه ومبسوط جدا جدا جدا. ومتأكد. يعني انا مبغص نفسي في المال الحمد لله انا راضي يعني. ومتطور وعمل شغل جديد وعمل. انا نفسي بطورة يا بك. كل حدا مية مية يعني. انا نفسي بطورة يا بك. اقسم بالله نفسي اللي استيت يبقى بكرة. بحنف بالله. بيقول ايه بيقول ايه بسمعش. بيقول نفسه ان البطولة تبقى بكرة. طب ما نعملها دلوقتي يا كابتن هني ونيقلها خلال. لا لا خلي الجمهور. الجمهور اشترا تكيب خلاص وخلاص. وانا امور نفسي ما خلعتش. بس جايز يعني. طب انا عايز اسألك سؤال. ايه يميز يعني ايه اكتر شيء مميز فيك يا شكري يخلي شكلك على الستيج يلفت نظر الحكام. هي اكتر شيء عضلة مميزة فيك. ممكن اه والله ما انا مش عارف. بجد يعني. بس يعني اكتريت الناس بتقول وسطي. وسطك. هو فعلا وسطك سوائل. بس عبداليل وسطه صغير برضه او كمان عبدالجلي مميز بالوسط جامد جدا. لا بس انا وسطة اصغر من وسطة عبدالجلي. انا وسطة عريق يا عماني. هو مش بالوسطة اصلا يا استاذ شكري اصلا. حتى لو بصت. يا حبيبي بص على. بصت بس انت عن الحاجة المميزة فيك. يعني هو لما يسألك انت هتقول شعرك مسلا. انت اللي بتفع انت بص على قليم دي. بص على قليم دي كده اللي بصت ايه. افهم الكلام. ما هو بيقولش هي. انا بيقول ايه المميز. عبدالجليل. عبدالجليل. عبدالجليل او شكري. عبدالجليل لما نسأل سؤال الشخص بس هو اللي بيجاوب. ويسمع الاجابة بتاعك شخص الاخر وبعد كده السؤال هيتوجيه له يرض الرد اللي هو عايزه. بحسر ما ينفعش نخش على ماتش الاسطادة تسمعنا. شكري دلوقتي قال ان هو مميز بوسطه صغير. عبدالجليل انت واقف على المسرح ايه اكتر حاجة بتميزك بتلكت نظر حكام ليك. بص هو الفكرة كلها اي واحد مميز اكيد وسطه صغير. اي واحد تمام? بس يا الفكرة كلها في زي ما قلت الواحد ده يطلع كده كده كامل متكامل ان شاء الله ببنبه كل حاجة. بس اللي يميز اللاعب في حاجات كتير او الشرط برضو الحاجات دي. انت لو ما مش بتعرف تعرض لو مش بتعرف ولو ما عندكش سيكة ولو ما عندكش حضور على المسرح ده كله بيفر. تمام? دي مميزات دي مميزات لاعب مميزات اللي انت تتكلم فيها وانت بقيت ما شاء الله او شكري كمان بقى ما شاء الله انتو الانتين بقيتوا خبرة فيها عن عن طريق الاحتكاكات بتاعكم للبطولات الخارجية. بس انا بقول لك لو انت واقف على اه المسرح انت بتبقى عارف ايه زاوية معينة بتجيبها فبتبين مسلا بتبين كتف بتبين دراع بتبين من شريات ايه اكتر عضلة بالنسبة لك انت بتحس انها بتلبت الانتباه. انا عندي اكتر عضلة مميزة يعني هو كده كده الوسط عندي مميز مش مميز شكل عالات مع الشيست. انا انا بالنسبة لي عبدالجليل انا من وجهة نظري انا كمتفرج جمهور انا لا حكم ولا اي حاجة وشني بس المنتصفات اللي انا بتفرج انت عندك رسمته مشاء الله يعني انا بالنسبة لي لما بشوف شكري على المسرح شكري اه الوسط الصغير والدراع الله اكبر ربنا نحفظه يعني اللهم لا حسد. اه دول دول الحاجات اللي يعني حتى انا متزماجي اقول على شكري وسطه قد كده دراعه قد كده دايما ايه لازم اقول الكلمتين دول اللي لو هنقولها المسرح المراضي المسرح المسرح المراضي هنعمل فيه شغل كده. بإذن الله. بإذن الله. المسرح استاذ هاني. ها? هتعمل انت على المصلح هاي. والله لسه بص لغاية دلوقتي لوقتين هذا يعني انا ان شاء الله انا عمل ازاكر. عمل ازاكر شوية يعني عايز عايزين نعمل جو لطيف جدا للناس. اه عايزين نحسسهم انهم عادين في لاس بيجاس يعني ده اللي انا مفكر. اه 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 اه. كنت نسور. ده برد شوية. لو احنا لو احنا هنتكلم على العرض الفردي لكل واحد فيكو. شكري. المسيكة اللي هتلعب عليها مسيكة ايه? هادية مش عنينا از ايه الجو. هي بوس هي موسيكة عربية عثمانية يعني حاجة كده من التراث الاسلامي القديم. اه ده ده كده ده اختيار كيمو. هو كيمو والله والله كيمو مسمعهاش لسه لحد الوقتي ولا يعرف اصلا. فعلا. اه الله. طب كويس. بس يعني انا قلت اعمل حاجة من من جو اللي هو يعني الحاجات اللي هي العرب مميزة بيوم اللي هو حاجة لو تسمعها كده في اي حتة هتعرف انها موسيكة عربية. طب انت بالنسبة لك انت بالنسبة لك. بتا يعني بتبتدي تعمل عروض يومية اللي هو بتبتدي تتمرن على العروض كل يوم عشان يبقى فين ثيابية في الشكل مع المزيكة وانت بتعرض? بالضبط. حصل. عبدالجليل. المزيكة اللي انت اخترتها وهتعرض عليها. ايه حماسية شوية يعني الفرج على اي اص دي اسمعها مع الفرج على المسرخ بيحس يعني كده عايز يوم يتمرن. او يوم يقرد معي. بس انا مش مقرر فيه تلات اجاني لسه اقرر معنهم يعني. على كده عامل كل واحدة فيهم عرض مختلف ولا كلهم هم عرض واحد? انا العرض بتاعي هيليه عليهم كله. لان انا العرض بتاعي كده كده بالزواء بتاعتي بالطريقة بتاعتي بالنقلات بتاعت بالنقلات بتاعت الضغط للوش للصيد. اه. اه. فكده كده دي حاجة انا بخططها عشان اعمل حاجة مختلف يعني. يعني احنا هنشوف غير اللي احنا شفناها ليك في الكماتش اللي انت لعبتهم. اه في الكماتش انا هقفو جديد يعني حاجة شكل كده كويس. لسه بقى اقول عامدي باتمرن عليه. حد بيقول في الكومنتات المصري. المصري فعلا على فكرة عن المستوى. جامع. انا 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 قبل ما نطلع ده ده محصل مكالمة تليفون ما بيني وما بين كيمو عشان ما كنتش عارف اوصل شكري فكلمت كيمو. قلت له هكفي شكري على الانستجرام دلوقتي. فبيقول لي عايز منه ايه? فانا انا قلت له انا هنطلع مناصرة انا وعبد الجليل وشكري. اه على المصري. اه على الاسف على الانستجرام وكده. فكان كيمو ردوا علي. قال لي طب ما تسيب الاتنين ده بقى هجيلك اللي هيكسب المطش. فالتوري مين اللي هيكسب المطش? فقال لي اه المصري. فانتوا ايه رعيكم في المصري بقى? انا اشهد يعني مجدي ما شاء الله من عضلات الجام ده واما والمصري بتاعته هو ادم مني وما ادم شكري. وايام بتاعت زا شو. وعضلته ادم مني فلا ده بيحفظ برضو خلي بالك يعني. في شكل العضلات نفسه. ومجدي عنده عضلات حلوة مشا الله. ولو عمل مصرات زا شو او كلام ده يبقى صعب جدا المنافسة برضو مش حول سهل يعني. يعني انت اول انت اعترفت ان انت تقدر اه يعني او او مجدي يقدر انه ينتزع اللقب منك او من شكري انتو اللي اعترفته بس انتو اللي اعترفته. اللي اقولي المنافسة هتكون قوية. ما دين الناس. نعم. مش حاطة عديات البطولة. مش عارفة مجدي اللي هو نجد بحاجة كويسة. انا ما شفتوش مجدي بالي كتير عادي يعني. بس انا عارف اللي هو لو جاهز كويس هيبقى قوي. ايه. ايه. محمد شبل في ناس برضو قوية ناس لان. لجير الناس اللي في الهواء برضو في ناس انا شفتها بقى يعني دي حقيقة. دي حاجة تحفى انت هتشوفها في الهواء هتقول عليهم محترفين قصر. انا طبعا لو هنتكلم هنتكلم عن اسلام. اسلام عام الشبل الجامد يعني. اه جدا. اه عندك واحد برضو مختفي كده بس ايه? اه يعني عزب برضو. يعني حاجة. طبعا. حاجة محترمة جدا. واسلام كامل هم اللتي يعني في ناس كده وصلين دلوقتي ده فعلا بيوفوا على محترفين على طبعا. طيب احنا عايزين نشعل الجمهور هنا بس عشان الناس بتانيت ايه? بتحس ان انتو بقيتوا عاطفيين قوي واحنا عايزين يخلي المالش سخنة ما بينكم انتم الاتنين كده يعني. شكري. انت هتكسب عبدالجليل رايح جاي ولا هتكسبه رايح بس? رايح جاي وطالع ونازل وجوه وبرا وواقف وقاعد. اوكي عبدالجليل. قولي. السؤال. على فكرة كلمة رايح جاي دي اللي هي. انا عارف. عشان بس اني بقى بنوضح للناس بس عشان ممكن الناس بتلف الكلام. انا محبش حد يلف الكلام. انا سانيك تقول لهالي. او بقيتش رايح وجاي او مش عقف جمجة باصلي. او بيحضر اجابة. او بيحضر اجابة. او بيحضر اجابة. بيقول لك ايه? ايدي السؤال بيجمع لسه. بيجمع رد. عشان بس ما تتسدمش على المسرع عشان انت مش توقف جمجة اصلا. بس ايش. طبعا هدلعب لوحك. عشان ملكش مكان وسطينة. يعني ما بيش ولا رايح ولا جاي. ولا رايح ولا جاي ولا هتشوف المسرح خالص. انا عايز اقول لك يا شكري انا عايز اقول لك يا شكري بس على حاجة. لازم برضو تلتمس العزر للعبدالجليل ان كان عنده ظروف ومواقف. ده لو فحلته يعني النفسية حلوة لأ عند جديد صعب بالسهل برضو يعني ولا هتشوف يا شكري. بقى هو يعني انا وعزره طبعا كده كده الظروف اللي هو امر بها مفيش حد يعني. الله يكون فعون انت فايل? فكده احنا عمالي الكلام بجد بقى ويسعوا عليها احنا 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 شوية احنا شوية كده وشوية كده يعني عايزين بس عشان الناس. لو جينا للجد يعني احنا لو جينا للجد لا عبداليل يعني قدر قدر الف خيره يعني ان هو لسه قادر يكمل تجهيز وان هو لسه قادر يلعب ويتعايش معه الحياة يعني انا ما يعني ما ما اقدرش اللي هو اتخيل الوضع ده. فيعني دي الوحدها بطولة يعني. فايا كان اللي هو هيحققه وهيعمله فده بالنسبة له يعني شرف كبير ان هو يقدر يعد من احنا زي دي. هو فعلا مش انت على كلامك في اللي انت بتقوله ده كلام صح ما في المية لان اول لما حصل الموقف انا كلمته بس انا كنت في امريكا ما كنتش في مصر والمكالمة اللي حصلت ما بيني وما بينه. والجوله بالله عليك بالله عليك ما توقفش ما ينفعش توقف وهات الفوز بتاع الموضوع ده لروح والدتك يعني اهدلها الفوز فما توقفش. انا ده حقنا انا ده حقنا اول لما. حقا غصبا عنك. يعني انا انا من ساعة ما والدتي توفت انا ما عدتش يوم واحد في البيت. انا عام. اصلا انا برا البيت. انا عام. مرحوز. فالموضوع من نسبة لي كان. يعني. ومشكلة اللي كان قابليها برضو يعني انا كنت تعبان وهي تعبان. احنا الاتنين كنا في البيت. يعني انا كنت تعبان من مشكلة باطنة كانت. انا صعب. انا عارف عارف موضوع المعدة ده ولا لا. بس هو موضوع صعب اول مرة يجيلي. يعني اول اكل ولا شرب لو تعرف برسمة المعدة ده حاجة برضو يعني. فلحمة ديف دي. يعني اطلعت بايز يعني. بس الحمد لله. يعني. والمدة سيارة يعني كان تطادل على البطولة خمسة عشر يوم. بالزبط. يعني. بس الحمد الله. مين اكتر واحد ما سابتش عبدالجليل في الموقف ده? ايه? مين اكتر واحد ما سابتش في الموقف ده وفضل جنبك? في الموقف ده والله في اسلام كامل معي حتى هو كان قال لي اللي احنا نعط مع بعض عشان نروح نتمرن ونروح نشجع بعض يعني. وحد يبقى معي في التمرين وكده. ويوسف طبعا. فهم? لو في اي حاجة بيبقى معي في ده. بس الاسلام عشان عاديين احنا نتمرن سوق على عباني. اه فهم نشجع بعض احسن طبعا واكتر حد يعني ما ممكن اعرف ناس كتير بس ما فيش حد في ناس عزمت عليها طبعا اللي انا ععد معاهم في كامل واحد صاحبي قال لي تعالى ومش عارف ايه عشان بس يشجعوني شوان. بس بس الحمد لله. طب انا عينك على اللي انت فيه بس ان ان ثبت حاجة هو بيثبت ان انت محترف. كلمة محترف دي برضو مش مش موضوع ان انت يبقى معك كارت. يعني المحترف دي انت محترف في تجهيزك محترف في اكلك محترف في اصعب الموقف اللي بتحصل لك. اه محترف في فن التعامل مع البشر محترف في ان انت تقدر تسافر وتبقى معتمد على نفسك. في فيه حاجات كتيرة جدا اه بتميز المحترف او بتخليه زوقي مكبيرة جدا. انا بخلي بالك حتى حتى قبل ما انا قبل ما والدتي تتوفق انا برضو انا ما كنتش بلعب الكارديو في الجيم. انا كنت بلعبه كلهم في المستشفى. ايه. المستشفى كبيرة جدا. تحكومة بس كبيرة بقعد كل يوم اتمشى بخلص حاجات. فبحسبك كارديو بتاعتي. ما بلعبش كارديو. فهان? بس يعني قبلها برضو كنت يعني انا فيه ظروف وحاجات كتير ومشاكل كده. وانها حاجات المستشفى طبعا واوراق حقومية وكده. عشان كان بتاخد علاج كتير يعني علاج كمية وحاجات لازم اه حاجات من الدولة. وحاجات الدولة لازم كل ورقة بورقة يعني. فلو ورقة نقصة بلف. فالحمد الله يعني عارف تجهزة دي اصعب تجهزة في حياتي بالصدمات دي. بس اه ان شاء الله هطلع بشكل برضو برضو هطلع بشكل مش ناقص. مش هطلع شكل اقل مش شكل برضو اللي فات. هطلع احسان بازنان. ان شاء الله هتمنى لك كل ده. شكري. السؤال سريع كده لك يا شكري. ايه اصعب الظروف اللي عدت عليك كبطل? اه كفطولة يعني معينة ولا بالتجهزة دي ولا في العموم? لا في العموم موقف كان ممكن يخليك تبطل تلعب. اه تصريح السفر اللي اترفض فبطولة الكويت قبلها بكم ساعة. لان انا فبطولة الكويت كنت تعبت برضو اللي انا احترفت فيها. كنت تعبت اوه في التجهز بتاعها. اه الوقت ما كانش طويل يعني احنا كهزنا في اه في تلات شهور الا. فهلكت نفسي جامد اوه في الفاترة الصغيرة دي. و اه تص. طول الفاترة دي بس على ان انا طلع تصريح السفر لان انا كنت وقتها اه كنت لسه داخل الجامعة. ففي تصريح من رئاسة الجامعة. اه بيهدلوني يعني جامد اوي. وتصريحة السفر اترفض اه نفس اليوم اللي طلع في الطيارة. اه وترفض بشكل يعني بشكل مستفز. اللي هو يعني انا كنت مكمل كل اوراقي. كنت رايح اطلع تصريح السفر من حلمية الزاتون. ده قريبا. فشخصه جوه كده يعني مش فاكر كتروتبوته ايبو الزبط بكل سزاكة جدا اللي هو يعني روحني. اللي هو اروح جمع اوراق وتعالى. الورقة ما كانش جمعيس حاجة بس ما كانش عجبال موافقة من اه من ال اه من اه كنتم طلع يعني موافقة من هيئة معينة فهو قال لي لأ تروح تجيب لي من رئاسة الجامعة. يقل له يعني روح حط ورق وخلاص وتعالى. وقعدت الحالة عليه اللي هو يعني طيارتي طلع كمان ست ساعات ولا كمان طيارتي طلع عن مهاردة. وطلع من الفندق اتحجز وكاتل. كل حاجة مدفوقة وكل حاجة ازا حتى الشنب بتاعتي كانت متقفلة. في البيت. فاتصلت بكيمو. كيمو قال لي غلاص افتح يعني قدر الله مش اقفعت. فما فيش وقت قصر انت كل اللي قدامك تحوالي سبعة ساعات وتارة طلع. او ست ساعات. وقدت فعلا جبت اكل. وفي اليوم ده خلاص بقى اه 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 اقفل واتصلت بوالدي. والطول حصل كزا كزا كزا. خلاص مش مسافر وانا جبت اكل واحد بقى كله. خلاص بقى. كان المتش كمان ثلاثة ايام يعني. او اربعة ايام. فقال لي لا خلاص يعني تعالى وان شاء الله هنشوف حاله. طلع بقى هو اخد العربية وطلع لرئاسة الجامعة. اه داخل مكتب رئيس الجامعة. اناك كان اصلا كان في اجتماع. حد قاعد هناك لحد ما هو ما رجع. استقبله من الاوتوبيس. وطلع خد منه خلا مده قرار وزعق هناك ومش عارف ايه. وعملنا افلام حتى الختم يوميها. لما جدنا نختم الورقة بتاعت رئاسة الجامعة. كان الختم في درجة موظف والموظف في بيته فمنوف. رجع خد العربية راح جاب الموظف من بيته ورجع تاني على رئاسة الجامعة. طلعنا الختم وخدمنا. يعني انا الحقيت الطيارة اللي هو بالزبط. ورجعت تاني البيت خدت الشونة وطلعت على المطار. طلعت تصريح سفر بقى في الطوارق. وطلعت على تصريح سفر بالطوارق قبل معادل الطيارة بمش عارف بحاجات قليلة اوي يعني. طلعت على المطار على طول دخلت على الطيارة دا يعني. وسبحان الله كل الكعبالة دي عشان تطلعت تجيب كارتا الاقتراف بتاعك. بالزبط بالزبط. فدي كانت فترة اليأس يعني اللي انا بتتدهيقتي فيها اوي اللي هو حسيب كل حاجة راحة. وكمان عشان تبقى فاهم من الحاجات برضو اللي كانت مزودة للضغط عليها في فترة دي انتي كانت اخر فرصة ليا في تيو سكواب. اه اه اوكي. انا كنت قبلها لعبت ماتشين. والماتشين ربنا ما وفقش فيهم في التوب سري. فكان دي اخر كان اخر فرصة ليا وحتى كمان يعني اعتبر الماتش دا اصلا على لعبه برا عقد في. يعني كان زي كده حاجة اضافية من مستر الاسلام اللي هو بيتيني فرصة كمان. لانه كان حاس ان انا هقدر اعمل حاجة فقال لي خلاص يعني. ديك فرصة كمان انك تزبط نفسك يعني. فده كان الامل النهائي. بعيدا انا هسألكم سؤال بس يعني بعيدا عن نقطة ان الناس هتقول لك بقى انتو بتطبلوا عشان انتو معا في التيم او انتو مش عارف اه يعني بتحاولوا تتقربوا منه في الكلام او بتاع مش عارف ايه. انا عبدالجليل انا سألت السؤال ده قبل كده في في الحلقة بتاعتي اللي صورتها انا وعبدالجليل وعبدالجليل في الحلقة دي اتكلم من القلب جيمة ايه. بس انا مصدفش ان انا صورت معاك حلقة لغاية الهاتف شكري بازن الله نقدر نعمل كده يعني بعد اوليمفيا ان شاء الله. اه انت شاهد اسلام كرطان ازاي? بعيدا بعيدا يعني عن التطبيق. ركز في الكلام. انا عايز كلام مقنع. انا هقول لك على حاجة يعني انا علاقتي اصلا مصدر اسلام مش اللي انا بكلمه على طول وان هو بي مش شخص قريب مني. لا يعني انا يمكن كلمته مثلا في حياتي حوالي اربع اربع مرات مثلا. اللي هو فيس كده وكلام على القد بس. بس يعني انا شايفه من الحاجات اللي بيحققها على ارض الواقع. يعني بعيدا يعني ان انا لعب في كمال اجسام وانها مثلا البدشت اللي بتتصرف لي كل شهر او كل سنة هي من جيبه الشخصي او من فلوته الشخصية. وده اللي محقق نجحنا كلنا وده السبب وجودنا بعض ربنا يعني سبحانه وتعالى. فلا انا لو هتكلم عنه هتكلم عن انجازاته على الارض الواقع. احنا شايفينه الراجل ده عمل ايه? عمل مستحيل فعلا. يعني بعيدا بقى عن ان احنا بنحبه او بنكرهه مؤيدين او معارضين في حاجات انت متقدرش تنكره. في حداثة لاس مزبتة. انت ده يعني حدث زي مستر اوليمبيا اللي بيقام دلوقتي ده. كمين عمره يتكيل او يحلم ان هيبقى فيه عندنا مستر اوليمبيا مؤهلة لمستر اوليمبيا لاس فيغاس. يعني انت دلوقتي يعني ممكن دلوقتي تتوقع حاجات مثلا مش بعيدة يعني خلاص بعد ما ده ما حصل مش بعيد اوليمبيا اصلا ذات نفسها اللي هي في لاس فيغاس ممكن فيهم اللي هم تعمل على الارض المصرية. يعني بعد ما ده بيقى ما بقاش بحاجة مستحيلة. مين كان يتوقع ان يبقى فيه شركة مصرية او تيم مصري. احنا كلنا من سنتين بالضبط او من ثلاث سنين كنا بنبص التيم اوكسجن دال هو ايه? حاجة واو مليان لعبة رولي وينكلر وبراندون وورومي كان هناك وقتها وكلنا بنبص على ان دول ناس من كوكب تاني يعني. بقى التيم بتاعنا دلوقتي فيه محترفين اكبر منهم واكتر منهم واقوى منهم في كل الفئات. بيزيك كلاسيك توان تو مي اوبن بقى عندنا دلوقتي لاعب اه في كل فئة في لاز فيغاس يعني في عندنا خلاص ممكن ان شاء الله الحلوان يلعب او يبعزين حد في الكلاسيك واحمى عبداليل لعب في الفيزيك اه وفي توان تو اه احمد الورداني والدرة برضو لعب وفي الاوبن حسن مصطفى وشعبان وكابتن بجرامي فكل دي حاجات تقدرش ما تقدرش تقوله ان ده مش نجاح يعني. فالرجل يعني اضاف كتير اول اللعبة فهو فعلا الاب الروحي سهل لقب الاب الروحي اللعبة كمان لك فيه. عبدالجليل انا هسألك السؤال ده عن اسلام لان انت اعتقد اكتر واحد عصرة اسلام من الفين وخمستاشر تقريبا او او قبل كده صح? من قبل كيس سكوات. من قبل كيس سكوات اي صحيحة لما عمدتوا مجموعة انتا وعبده مجدي كنتوا اول ثلاث افراد في المجموعة كلها خالص يعني. ده ايه. كلمني عن اسلام بس من غير من غير ما نوصل لمرحلة يعني كلمني عن واقع كلمني عن احداث معينة بعينها عشان الناس بس ما تقولكش ايه ان انتو بتطغولوا مسلا. انا ما محبش الكلام ده يعني كلمني عن واقع يعني انا لو سألتين عن اسلام عندي تلات اربع مواقف احكيهم لك اه تفهم شخصين اسلام دي عامل ازاي? هو الواقع كله مستر اسلام ما كانش كده زمان ولا تفكيره خالص لحد بطولات او يعمل بطولة في مصر او كان هدفه مستر اولمبيا امريكا او كان هدفه ما كانش هدفه ده كله. الراجل ده عمل ده كله بمجهود هو يعني. يعني افكر في ده كله تدرجيا. زي احنا حلمينا كان بيكبر. هو برضو كان تفكيره بيكبر. معانا. حاقع. حتى الناس هتشوفوا كده احنا كان في البداية مستر اسلام تفكيره مش كده تماما. لا. تمام? بس الموضوع كبر جدا جدا. يعني مسلا ما ممكن مستر اسلام كان اكتفى بعشر لعيبة احنا كنا خمس بعيبة اربع لعيبة. كان ممكن اكتفى بكتير عشر لعيبة. ليه ليه يحط نفسه في التيم كامل والتيم ده اه يخلي ادارة ومصاريف وشركة وناس مسكولة وزن وكفاية بس كفاية المشاكل اللي هو فيها بسبب ما يعني. بسبب. يعني مستر اسلام انا كنت سامع اللي هو ما بيعرفش ينم في امريكا بسبب موضوع القضايا والحاجات اللي كانت مشاكل في مصر بسبب الاتحاد وبسبب الكلام ده. يعني الرجل الشاي الحمل احنا مش احنا مش شايلينه. يعني اللعيبة نفسها مش شايلينه. تمام? اه فالحمد الله عدد. بس انا عايز اقول برضو. يعني الواقع. الواقع. ده البطولة اللي هتتعمل. احنا كمحترفين. والمحترفين اللي جان من بره. ما فيش بطولة اتعملت جير مصر اوليمبيا للاس فيجاس. اللي هي بتحجز اه فندق للعايبة. ما فيش بطولة في العالم تانية اه بتحجز فندق للعايبة. دي جملة. في واجبات للناس اللي جانب من بره. واجبات اكل كمان. يعني مصر اسلام عمل من الف للياء. اه لناس جريبة. بس كل ده عشان يحسن صورة البلد وصورة البطولة. يقولوا احنا هما وابدين بحاجة صورة نظيفة جدا. فكل ده مش تطبيق. كل ده بالفعل. مش انا اللي اقوله. انت هتشوفه قدامكو ده كله. يعني ده كله مش تطبيق. تمام? فده كله ما بتعملش في اي بطولة تانية. انا مش بقول كده عشان جيبت بطولة اه مصر اوليمبيا ومصر الاسلام. لا. ده الفعل. انتوا بحاسوا كده يشوفوا البطولات اللي بتاعة بره بتدفع دهان وبتدفع اه وبتدفع فندق اسبوع بقى لأكلك وشربك وكلام ده. بفيش حد هم على حد. مش مسلا ده يجي من بره صاحب البطولة يقول لك دعمك بواجبات فريل يومين وحساب ده يومين بفيش الكلام ده. هو عامل الكلام ده. هو من حسابه. طب عامله ليه? حلو. حلو. شكري. اخر سؤال قبل ما نقفل العشان انا حابب ان المدر بتاعة اللي فتبقى سهارة مش طويل عشان نستطيع تفرج عليه آآ يعني يبقى عنده ريتش قوي جدا. آآ السؤال لك هتكسب عبدالجليل فعلا? بإذن واحد احد هنكسب كل اللي هطلقها دهان بقى المصر. مش عبدالجليل بس. انت متأكد من اللي انت بتقوله? بإذن الله. عبدالجليل عبدالجليل هتكسب شكري بالمرتاح? ولا هيبقى فيه صعوبة شوية? او انا هكسب البطولة انا مليش جعب شكري. انا مليش جعب شكري. انا هدفي البطولة وهدفي انا اصلا هدف في مستر اوليمبيا امريكا. مش هدف في بطولة انا. يعني انا بسس على امريكا على طول مش بسس على هنا. بس الموضوع منتهي. الموضوع منتهي صدق. طيب خلاص الموضوع منتهي ما هو منتهي. انا بالنسبالي انا كده اكتفيت اا اعتقد انها كانت موازرة لطيفة اللي تنبي يحبوا بعض اللي تنبي اخوات آآ باسنا نشوفهم على مصرح. كي او برو هيحققوا نجاح جميل جدا ويشرفوا الناس الحبيبهم اللي عايزين تفرجوا عليهم. شكري. في ناس كتير. البطولة يوم واحدة تلاتين ان شاء الله يوم الحد. شكري. في ناس جاية من عندك كتير? كتير كتير كتير. كويس. عبدالجليل في ناس من عندك جاية كتير? هنشوفوا يوم المتش بس انا من عندنا يعني طبع لله. يا مساء للحياة. يا مساء للحياة. انا دايما لوحدي في البطولات كلها. البطولات برا مصر البطولات مصر اروح لوحدي ومع نفسي وهشارك البطولة واقسك وامشي. شكرا الله. انا انا اعجبني الروح بتاعت الصيخة دي عجباني جويس قوي. حلو حلو حلو. عالجليل ما شاء الله عليه. سكرا. سؤال سريع قبل ما نقفل بس. هل القصد او الصيلات بتاعت الشعر على الجنب ولا سبايكي ولا ايه? هتشوف بقى يوم المتشة بقى مفاجئ. حاجة كده يا جليل. لا انا ان شاء الله يعني هنطلع كده بشكل كده الواحد يزعر. كيوت كده. كيوته شكله كده مش مش هطلع متكهرب مش هطلع متكهرب مش هطلع متكهرب مش عرواقف كده ها. مش هطلع شكل فلبيني ها. انت خاسس ليه كده عبد جليل. ايه? بيقول لك انت خاسس ليه كده. خاسس ايه ده انا واكل بتاع نفس كيلو مكسرات النهاردة وواكل بتاع. انا بقى يا ابن انا بقول لك انا عايز العب المتش بكرة. انا بشكركم شكرا جزيلا على الجميل الممتع ده. قديم احب شكري قديم احب عبد الجليل وقديم بساطنا ان روح ما بين عبد الجليل وما بين شكري. ان هو تنافس رياضي بحث. بس على المستوى الشخصي الابنين اخوات واصحابه بيحبوا بعض جدا ودورهم تظاهر بعض. انا صح ولا غلط?